بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسم الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا ما ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لأتي وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني مع العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرند عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بإيمان سرك به علم فلا تقعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنلخنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أغذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء أصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أولنسى الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والنحل الخطاياكم ومن هم بحاملين من خطاياهم من شجل إنهم لكاذبون وليحملن أفقالهم وأفقالا مع أفقالهم وليسألن يوم القيامة عن ما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فأبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوف أنوهم ظالمون فأنجينا هو أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقروه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوفانا وتخلقون إفكار إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبلئوا الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله نسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم دمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجله الله من النهار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من نصير ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من نصير فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعطوب واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة من سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ملديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا ما أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا نهلكه أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم وضاغ بهم فرعا وقالوا لا تخف ولا تحسن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزعون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بئينة لقوم يعقنون وإلى مدين أخاهم شعيبان فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم منسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا لذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأنفال نضربها للناس وما يعكمها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين أتنوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا من الذي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له المسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآيات ما إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا المرتاب المبطنون بل هو آيات بيناتهم في صنور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما ألا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاصرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجراءهم العذاب وليأتينهم بغطة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكون الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ولئن سألتهم من قبل أن يكون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقنون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعموا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبودنا وإن الله نمع المحسنين